تتزايد احتمال تشن تركيا عملية عسكرية في قضاء سنجار الذي يتخذ منه حزب العمال الكردستاني معقلا له وخصوصا بعد قتل ميليشيات حزب العمال 13 مواطنا تركيا شماليا العراق 13 من المواطنين المدنيين قتلوا رميا بالرصاص وكانوا عزلا دون أي سلح وبهذا أثبت حزب العمال مرة أخرى أنه مجرم ومعتدي الاتفاق الذي عقد بين بغداد وأربيل لإخراج حزب العمال الكردستاني من قضاء سنجار لم ينفذ منه الشيء رغم رفض أربيل استمرار وجود الحزب الذي يؤثر نفوذه وسيطرته هناك على حياة المدنيين من جانبه أكد مصدر مسؤول في الحكومة في بغداد أن هناك جهات معروفة تحاول أفشال اتفاقية تطبيع الأوضاع في سنجار في وقت يتخذ حزب العمال من مناطق عراقية منطلقا لضرب تركيا المصدر الحكومي أشار إلى أن مشكلة حزب العمال تعود إلى الأبواب التي فتحها لهم نور المالكي ضمن أجندة إقليمية تقف وراءها إيران أمام هذه التصريحات سارعت ميليشيات الحجد الموالية لإيران للتمركز في سنجار بحجة العمليات التركية على خلاف الاتفاق الذي نص على إخراج الميليشيات المسلحة من القضاء وحصر مهام الأمن فيها بالجيش والشرطة المحلية ويرى مراقبون أن أبرز المعنيين بالعملية التركية هم إيران وميليشياتها في العراق وليس حزب العمال الكردستاني فقط فخطوة من هذا النوع تجمع بين أنقرة وبغداد وأربيل ستدمر ما تبقى من وجود لعناصر حزب العمال على خط قنديل سنجار ديرزور وإنهاء التنصيق القائم بينه وبين وحدات الحماية السورية وصولا لقلب التوازنات الموجودة في سنجار برعاية إيرانية اشتركوا في القناة